اقرى معايا 95 يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيامة ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم واتقوا الله الذي إليه تحشرون حسيني فمن الحرم مكان آمن يأمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم وأنتم حرم الناس في الحرم بتكون في حالة من السلام التام مع الله ومع النفس ومع الناس ومع الحيوان ومع النبات لا يجوز قطع شجر الحرم لا قتل في الحرم لا صيد حيوان في الحرم لا صيد الطائر في الحرم يعني مش بس وأنتم حرم معناها وأنتم محرمين بالعمرة أو بالحج وفي الطريق رايحين تحجوا لا وكمان أي إنسان حتى لو مش محرم داخل الحرم الحرم محمية إلهية مش محمية طبيعية محمية إلهية يا أيها الذين أمانوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم يعني أنتم في الحرم أو أنتم محرمين فالمحرم حتى وإن لم يدخل منطقة الحرم لا يجوز له ما هو يصطاد والناس كلها محرمين وغير محرمين لا يجوز له ما يصطاده داخل منطقة الحرم معظم العلماء كمان على فكرة أن المدينة ينطبخ عليها ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة يعني جعلها حرما يا أيها الذين أمانوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامة ليذوخها وبالامة طبعا قتل الصيد متعمدا هو المحرم يعني لكن لو واحد قتل حيوان بالغلط خبط غزالة بالسيارة وهو محرم في الطريق الملك ما فيش عليه حتى كفارة خلاص قتل خطأ وأدخلوا في هذا النسيان كمان يعني واحد اصطاد وتعمد من الاصطاد بسكن هو نسي نسي أنه محرم هذا يعتبر خطأ قتل خطأ لأنه أخطأ فاصطاد وهو ناسي لكن لو هو فاكر أنه محرم وعارف أنه محرم لا يجوز له الصيد ومع ذلك هو اصطاد وقتل الصيد وهو محرم يبقى يعمل ايه؟ يشتري هدي للكعبة يعني عشان يذبح بعدما يحج أو يعمل عمرة عشان يطعم بقى الفقراء هذا الهدي يبقى ايه؟ مثل ما قتل من النعم يعني ايه؟ يعني واحد اصطاد غزالة هيجيب هدي غزالة منين؟ يعني هنجيب غزالة منين؟ هو في حد بيروح يشوف مثلا يشتري غزالة من السوق لا فنجيب مثل ما قتل من النعم يعني اقرب شيء للي هو اصطاده ايه؟ كبش مثلا هم تأصدين؟ اقرب حاجة في الحجم اقرب حاجة في التمن كده يعني لكن انا بتوقف الحقيقة هنا عند هذا التعبير يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة او كفارة طعام مساكينة او عادل ذلك صياما ليذوق وبال امره بقف عندي يحكم به ذوى عدل منكم وليذوق وبال امره ليه؟ اللي يحكم بالكفارة اتنين علماء فقهاء المسألة ابسط من كده ليه مش حكم فقه واحد وخلاص طبعا هي مسألة من مسائل المالية والمسائل المالية لازم فيها اتنين شهود لكن هنا المطلوب مش شهود عاديين طبعا شهود ذوى عادل عندهم عادل يعني لكن العلماء قالوا لازم يكونوا اتنين علماء فقهاء يحكموا بالكفارة دي ايوة الكبش ده ينفع بدل اللي انت قتلته ده يما لا 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 ما ينفعش انت تروح تجيب كبشين او لا انت تروح تجيب جمل ليه مش فقه واحد وخلاص طب ده لو انا استطت بالليل والناس في القافلة بتاعتي نايمين ودبحت وشويت واكلت ومحدش عارف استطت ارنب مثلا صغير وبعدين كفرت بان انا روحت جبتي جمل وهتبحه هديا للكعبة المشرفة كفارة عن الارنب اكيد انا كده يعني اجزأت يعني اكيد جبت حاجة تجزئ عن اللي انا انا استطت ارنب وروحت جبت بدل وجمل حاجة اكبر بكتير جدا ليه لازم اقول لنفرين من علية القوم لو لازم اقول يبقى انا كده بفضح نفسي قدامهم وده بيخليني اذوق وبال امري لاني خالفت اوامر ربنا سرا فخلي الناس تعرف انك ارتكبت هذه المخالفة لو مش هقول لحده هكفر بكفرة اكبر بكتير من الصدر اللي انا استطدته واغلب كتير زي روحت جبت جمل قصة حتة ارنب انا استطدته فده برضه عقاب قوي اه لاذوق وبال امري لكن ممكن الناس انظر لي ان انا يا السلام انسان كريم ومكانش لولزوم ان انا جيب جمل وانناس مش عارف ان انا بكفر يبقى لازم اروح واقول لتنين كبار من المجتمع عندي يكونوا عارفين يعرفوا ان انا ممكن انا من الناس اللي بتضعف عشان اذوق مرارة المخالفة دي مخالفة اوامر الله طيب واللي كانتش يعرف الكلام ده عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام انا كان بيعمل كده قبل بينزل الحكم خلاص ربنا عفو عنه ما فيش مشكلة لكن من يخالف اوامر الله عن عمد او استصغارا لها فزي ما قلنا قبل كده لا صغيرة مع اسرار ولا كبيرة مع استغفار ربنا سينتقم من المخالف لنخلي بالك الحرم مكان للامن حتى الحيوان يأمن على نفسه في الحرم حتى الطائر يأمن على نفسه في الحرم يعلم انه في مكان آمن الطائر يعلم انه في مكان آمن الحيوان يعلم انه في مكان آمن وهذا هو معنى الحرم حرم يعني له حرمة اكتسب حرمته من الله سبحانه وتعالى شرب الخمر حرم لكن شرب الخمر في المسجد ليس شرب خمر عادي ده فيه تحدي لله سبحانه وتعالى